أكو شيء صار اليوم من قبل وزارة الخارجية الأمريكية وخاصة في تغريدة وزير الخارجية مايك بومبيو وثائق رفعوا عنها السرية وثائق اكتملت من وزارة الخارجية الأمريكية في يوم 20-6-2020 متعلقة في عملية استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل إيران استخدمتها في العراق بالإثمانينات واستخدمتها في ليبيا في المعاركة الليبية ضتشاد وجابت تفاصيل معقدة بالصور ومؤرخة عن قضية الشون إيران متورطة بهذه العملية فلذلك كانت هي وثائق اللي نشرها هي عبارة عن 20 صفحة ومن ضمن الأمور اللي ذكرت بالنسبة أنه كعراقيين واللي توثقت حقيقة بالإثمانينات وأيضا بالتسعينات في محافظة المثنة فإذا ردنا نلقي نظرة على طبيعة هذه الأمور اللي ذكرت في هذا التقرير السنوي لحالة الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية قالت الآتي طبعا التفاصيل متعلقة بالعراق في نيسان عام 1987 قامت إيران باستخدام غاز الخردل في مناطق العمليات حول البصرة خلال الحرب العراقية الإيرانية أضافت أيضا مفتشية الأمم المتحدة وجدوا قذائف هاوى كيميائية حيار 88 مل في عام 1991 في محافظة المثنة والتي قال المسؤولون العراقيون عنها أنها تابعة للجيش الإيراني لذلك رفع السري عن هذه الملفات بالإضافة إلى ذلك العقوبات اللي دنشوفها الآن الحوثيين أيضا يعني فرضوا عليهم واعتبروهم أنهم منظمة إرهابية بالإضافة إلى عدد من العقوبات اللي موجودة بالعراق الآن واضح جدا هذه رح تخلي حكومة بايدن تبقى في العراق فعليا لأنه أكو استخدام لأسلحة كيميائية من إيران بالثمانينات وبالتسعينات فما بالك شنو الأمكانية الآن لإيران وشنو اللي ممكن إيران تقدر تستخدمها الآن بال2020 و2021 يعني من إمكانيات قد تكون أكبر من هذه الإمكانيات التي عرضت